طرائق انتقال الحرارة الحرارة حكينا بتنتقل من جزء أكثر سخونة أو من جسم أكثر سخونة لجزء أقل سخونة أو جزء أو جسم أقل سخونة أو برودة تمام؟ كيف تنتقل؟ تنتقل عن طريق عدة طرخ مش بطريقة واحدة أول طريقة اسمها التوصيل الحراري أول طريقة اسمها التوصيل الحراري طرائق انتقال الحرارة دائما تتبع إلى ثلاث طرق إما التوصيل الحراري إما الحمل إما الإشعاع خلينا بلش بالتوصيل الحراري يحدث التوصيل الحراري غالبا في المواد الصلبة هاي مهمة إذ تنتقل فيها الحرارة من جسين إلى آخر كل مادة نفسها أو بين جسمين لمادتين مختلفتين متلامستين كيف يعني؟ أنا عندي خلينا نشوف هاي الصورة أنا عندي هذا الجسم كله جزيئات تمام؟ هاي الجزيئات باردة وهذا الجزيء ساخن تمام؟ هذا الجزيء الساخن رح ينقر الحرارة للجزيئات الباردة لأنه حكينا الحرارة تنتقل من الجزء الأكثر سخونة إلى الجزء الأقل سخون نفس الشيء رح يستمر انتقال الحرارة هاي بين جزيئات بين جزيئات أو بين أجزاء المادة الواحدة خليلنا نقوầu المثال لجسمين مختلفين تمام؟ لما يكون فيه تنجرة عن النار تنجرة أكيد ساخنة لإنها عن النار وأنا أحط معلقة حديد أركيها على الطنجرة أو أحط المعلقة داخل الطنجرة وهي عن النار بعد فترة أرجع ألاقي المعلقة صارت ساخنة ليش؟ لأنه انتقل من الجسم الساخن الأول تقلت الحرارة من جسم الساخن الأول اللي هي التنجرة تقلت إلى المعلقة طيب فأنا أحس بسخونة الملعقة عند تحريك الطعام على الغاز أثناء طهيه تمام تنتقل الحرارة من جسين إلى آخر داخل الملعقة ثم تنتقل من الملعقة إلى يدي كمان المعلقة إذا كانت ساخنة تمام وإيدي أنا باردة أو إيدي خلينا نعتبر أقل سخونة حكينا الحرارة من خصائصها تنتقل من المكان الأكثر سخونة إلى المكان الأقل سخونة هذا التوصيل الحراري غالبا بيصير في المواد الصلبة إما بين جزيئات نفس الجسم إما بين جسمين مختلفين